السلام الله عليكم سعيدة بلقائكم أعزائي وعزيزاتي في فيديو جديد إذن فيديو اليوم سوف نترك فيه للإجابة عن أسئلة النص الوظيفي الأزياء في وطني الصفحة 18 هذا النص الذي يندرجو ضمن الوحدة الأولى مجال الحضارة المغربية لكتاب الجديد في اللغة العربية المستوى الرابع إذن نبدأ على بركة الله بأسئلة أتهيأ للقراءة إذن السؤال الأول لدينا أتأمل صورتين وأعبر عنهما بجمل مفيدة إذن الصورة الأولى كما تلاحظون هي صورة لمجموعة نساء يعني ترتدين أزياء تقليدية مغربية والصورة الثانية يوجد بها قفطان مغربي مطرز إذن قلنا الصورة الأولى بها نساء مغربيات يرتدين أزياء تقليدية والصورة الثانية بها قفطان مغربي مطرز السؤال الثاني لدينا أصف لباسين معا وأحدد مكان انتشارهما بالمغرب إذن في الصورة الأولى نلاحظ مجموعة نساء ترتدين لباسا شماليا مخططا بالأبيض والأحمر وتضعنا على رؤوسهن غطاءا بالأصفر والأحمر وينتشر هذا اللباس في شمال المغربي وفي الصورة الثانية نلاحظ قفطان مطرزا وبه مجموعة أحجار وهو ينتشر في المغرب بأكمله سؤال الموالي أذكر ملابس أخرى تتميز بها مناطق المغرب المختلفة إذن ملابس أخرى تتميز بها مناطق المغرب المختلفة لدينا مثلا الجباب، التكشيطة، السلهام، الملحفة وهناك كثير من الملابس سؤال الموالي لماذا تختلف ملابسنا أو عفوا ما اللباس المغربي الأكثر انتشارا؟ إذن اللباس المغربي الأكثر انتشارا لدينا الجلباب، القفطان، البلغة إضافة إلى بعض المناطق التي تشتهر ببعض الأنبسة إذن نمر إلى السؤال الموالي لماذا تختلف ملابسنا التي نرتديها يومياً عما نرتديه في الحفلات؟ لماذا تختلف ملابسنا التي نرتديها يومياً عما نرتديه في الحفلات؟ إذن تختلف ملابسنا التي نرتديها يومياً عما نرتديه في الحفلات لأن الأزياء التي نرتديها في الحفلات تكون فخمة تميز بأصالتها وتطريزاتها الجميلة وقد تكون طويلة الشيء الذي لا يمكن معه ارتداء هذه الملابس في الأيام العادية حيث يبحث الشخص عن شيء عملي ومره يعني في الأيام العادية مثلاً في العمل أو المدرسة فلا يمكن أن نلبس مثلاً قفطاناً مطرزاً إلى غير ذلك يعني هناك ملابس مخصصة للعمل ملابس مخصصة للمدرسة ملابس مخصصة للحفلات إلى غير ذلك أقرأ العنوان وأشرح معنى الأزياء إذن العنوان هنا هو الأزياء في وطني الأزياء في وطني ومعنى الأزياء هو اللباس يعني معنى الأزياء هو اللباس أو الألبسة السؤال الموالي أختار مما يلي ما قد يتناوله النص من معلومة إذن انطلقا من الصور والعنوان والأسئلة التي أجبنا عنها فهل يمكن أن يتحدث عن الملابس المغربية نفسة؟ أو الملابس المغربية نفسة أي تمينة الملابس التقليدية الخاصة بالمرأة المغاربة يتخلون عن الملابس التقليدية تنوع الملابس التقليدية بالمرأة إذن يمكن أن يتترق النص إلى الملابس التقليدية الخاصة بالمرأة أو تنوع الملابس التقليدية بالمغرب أو كلاهما إذن سوف نقرأ النص وسوف نعرف حينها عن ماذا يتحدث هذا النص الأزياء في وطني في أقصى جنوب المغرب في العيون والداخلة والصمارة وقلميمة وغيرها ترتدي النساء لباسا هو عبارة عن قطعة من الثوب تلفه المرأة حول جسدها وتغطي بطرفه رأسها أما الرجال فيرتدون ثوبا مخيطا فضفاضا غالبا ما يكون أزرق يزين صادره جيب كبير مطرز الجوانب ويشترك الزيان معا في بساطتهما وكونهما فضفاضين مما يجعلهما مناسبين للأجواء الحارة التي تسود المنطقة وهما يزيدان المغاربة أصالا وتعلقا بالحضارة والتراث المغربيين في وسط المغرب في مدن مراكشة وفاسة والرباط والبيضاء وغيرها يسود لدى النساء والرجال معا لباس موحد من حيث الشكل يقس الجسم من الكتفين حتى الكعبين إلا أن ما يميز لباس المرأة لباس الرجل هو أن الأولى يكون ناعما وله غطاء للرأس ستدل منه خيوط حريرية ناعمة أما في شرق البطن في كل من وجدة وبركانة وتوريرتة وفي جيجا وغيرها فترتدي النساء في الحفلات والأعياد لباسا مطفنة تصميم له كمان إما طويلان أو قصيران وله سطر مزين بجواهر وأزرار وعادة ما تكون جوانبه مزركشة فيزده ذلك رونقا وبهاء وللرجال بهذه المنطقة زي له قباحة مثلثة الشكل تستدل على ظهورهم وهو اللباس نفسه الذي يرسديه الرجال في أغلب مناطق المغرب وفي أقصى شمال مغربنا في كل من طنجسة وتدوانة والحسيمة وشفشاونة وغيرها ترتدي المرأة الشمالية فوق ملابسها قطعة ثو بها شرائط حمراء وبيضاء متوازية في حين يكون لباس الرجل في هذه المنطقة كلباس رجاله وسط المغرب وهل تعرفون سيد الأزياء المغربية؟ إنه القفطان الذي لا تخلو منه خزانة ملابس مرأة في أي ربع من ربوع وطنين القفطان الذي أبدع فيه المسممون والصناع المغربة فظهر القفطان الفاسي والرباطي أو المخزني والقفطان التدواني هذا الإبداع أعطاه فرصة الانتشار في أنحاء المعمور وأكسبه شهرة عالمية إذن بعد قراءتنا للنص فنحاول الإجابة عن أسئلة أفهم وأحلل الصفحة تسعة حشر وتتمتها في الصفحة عشرين أو عشرون إذن أربط الكلمة بمعناها ترتدي فضفاض ربوع تقليدي ثم لدينا واسع تلبس مناطق أصيل إذن ترتدي بمعنى تلبس فضفاض واسع ربوع مناطق تقليدي أصيل السؤال الثاني أكمل خريطة كلمة يسود ثم خريطة كلمة يسود إذن هنا لدينا يسود نوعها فعل سادة يسود مرادفها ينتشر ثم ضدها يختفي وأستعملها في جملة يسود الصمت ليلا يسود الصمت ليلا يعني ينتشر الصمت ليلا ثم لدينا يسود نوعها فعل عفوا لم أكتبها إذن قلنا نوعها فعل مرادفها يظلم ضدها يبيض يسود الدخان في السماء إذن جملة هي يسود الدخان في السماء السؤال الثالث ما الزي المنتشر في الجنوب المغربي ما الصفة التي يشارك فيها زي المرأة وزي الرجل في الجنوب إذن بعد قراءتكم للنص مرة ومرتان وثلاث مرات تفهمونه وتحاولون الإجابة يعني من فقرات النص من النص تجيبون عن الأسئلة إذن الزي المنتشر في الجنوب المغربي بالنسبة للنساء ترتدين لباسا هو عبارة عن قطعة من الثوب تلفه المرأة حول جسدها وتغطي بطرفه رأسها في حين أن الرجل أو الرجال يرتدون ثوبا مخيطا فضفاضا لونه أزرق ويشترك الزيان ببساطتهما وكونهما فضفاضين السؤال الرابع أقرأ الفقرة الأولى من النص قراءة هامسة على رفيقي أو رفيقتي وأنستو إلى تقويمه لأدائي يعني سوف تحاولون قراءة أو قراءة الفقرة الأولى يعني رفقة صديقكم وهو يعني سوف يقوم أدائك لقراءة هذه الفقرة وأنت كذلك إذن أقرأ مع رفيقي أو رفيقتي النص قراءة ثنائية هامسة ونحتكم إلى البطاقة بالصفحة 224 إذن السؤال السادس المنطقة التي تتشابه فيها أزياء الرجال وأزياء النساء إذن المنطقة التي تتشابه فيها أزياء الرجال والنساء هي وسط المغرب مراكشة وفاسة ورباطة وغيرها السؤال السابع على ماذا يدل اختلاف الأزياء من منطقة مغربية إلى أخرى إذن يدل اختلاف الأزياء من منطقة مغربية إلى أخرى على تنوع الثقافات يدل اختلاف الأزياء من منطقة مغربية إلى أخرى على تنوع الثقافات السؤال الثامن ما الملابس التي يوجد بها تطريز أو زركشة؟ إذن الملابس التي يوجد بها تطريز أو زركشة هي القفطان والجلباب وقد أصبحنا نارة مجموعة من الملابس التي يعتمدون فيها على التطريز أو تجدون ملابس تلبس في نصف العلوي تجدونها مزركشة جميلة ومطرزة بتطريز المغربي الذي يختلف كذلك من منطقة إلى أخرى السؤال التاسع استخرج من النص ما يدل على أن الأزياء المغربية تتطور باستمرار إذن ما يدل على أن الأزياء المغربية تتطور باستمرار هو القفطان الذي أبدع فيه المصممون والصناع المغاربة سؤال العاشر أذكر المناسبات التي يحرص فيها المغاربة على ارتداء الأزياء التقليدية إذن المناسبات التي يحرص فيها المغاربة على ارتداء الأزياء التقليدية الأعياد الدينية الأعراس العقيقة إلى غير ذلك هناك مجموعة من المناسبات التي يحرص فيها المغاربة على ارتداء الأزياء التقليدية وآخر سؤال في أفهم وأحلل أكتب أسماء الأزياء الموصفة في النص ما زي الرجال المنتشر في أغلب مناطق المغرب إذن لدينا زي النساء وزي الرجال الجنوب المغربي الوسط المغربي الشمال المغربي والشرق المغربي إذن بالنسبة لزي النساء هو قطعة من التوب في الجنوب وزي الرجال ثوب فضفات وسط المغرب لباس يكسل جسم من الكتفين حتى الكعبين بالنسبة للرجال وكذلك النساء الشمال المغربي قطعة ثوب بها خطوط ونفس بالنسبة للرجال نفس لباس وسط المغرب وأخيرا الشرق المغربي لباس بالنسبة للنساء لباس له كمان طويلان أو قصيران والرجال زي له قبعة متدلتة الشكل وزي الرجال المنتشر في أغلب مناطق المغرب هو جبال أو هو عفوا هو لباس الوسط يعني لباس يكسل جسم من الكتفين حتى الكعبين إذا نمر إلى أركب وأقوم ومع أول سؤال أحدد الجواب الصحيحة وأعلل اختياري إذا لدينا هنا هذا النص وصفي لأنه يسف أشياء سردي لأنه يحكي حكاية إرشادي يوجه ويرشد إذن هذا النص طبعا هو نص وصفي لأنه يسف لنا اللباس المغربي وأعلل اختياري لأنه يسف لباس مناطق المغرب كيف ما قلت لكم أو مثل ما قلت لكم السؤال الثاني أحدد فقرات النص وأبين فكرة كل واحدة منها إذن سوف نحاول أولا تحديد فقرات النص إذن الفقرة الأولى من بداية النص إلى والترات المغربيين الفقرة الثانية من في وسط المغرب إلى خيوط حريرية ناعمة الفقرة الثالثة من أما في شرق الوطن إلى أغلب مناطق المغرب الفقرة الرابعة وفي أقصى شمال مغربنا إلى كلباس رجال وسط المغرب آخر فقرة هي وهل تعرفون سيد الأزياء المغربية إلى نهاية النص إذن الفقرة الأولى وصف الكاتب للباس المنتشر في أقصى جنوب المغرب الفقرة الثانية وصف الكاتب للزي المنتشر في وسط المغرب الفقرة الثالثة ذكر فيها الأزياء المزرقشة المنتشرة في الجنوب الفقرة الرابعة يصف الكاتب لباس المناطق الشمالية والفقرة الخامسة مميزات وأصالة القفطان المغربي وتطوره باستمرار السؤال الثالث أعبر عن هذه الأفكار بأسلوب خاص لألخص النص في خمس جمل إذن هذه الأفكار نحاول تجميعها بأسلوبنا لتكوين خلاصة للنص إذن النص الذي بين أيدينا يتحدث عن تنوع الأزياء المغربية من منطقة إلى أخرى وما يتميز به كل لباس في كل منطقة من هذه المناطق انطلاقا من اللباس السحراوي الشمالي الشرقي وغيره من الملابس ولا ننسى النقطة النهاية السؤال الرابع أعطي النص عنوانا آخر إذن عنوان آخر للنص تنوع الأزياء المغربية السؤال الخامس أذكر لزميلات وزملاء ما تعلمته من النص إذن ما تعلمته من النص هو أن الألبسة المغربية غنية ومتعددة ومختلفة من منطقة إلى أخرى وآخر سؤال أصف بعض الملابس المغربية التي لم تذكر في النص وأدعو زميلاتي وزملائي إلى تعرفها إذن هنا تطرقت إلى اللباس التقيدي الأمازيغي الذي يتكون من الصاية السملالية وإذ كان يعني البلغة وأسرسر هو التاج يعني هنا يمكنكم يعني البحث عن ملابس أخرى ولما لا كذلك تبحثون عن صور يعني وتعرضونها في قسمكم لكي تتعرفوا على تقافتي ويعني تنوع ملابس المغربية الأصيلة وبهذا نكون قد أنهينا هذه الحصة شكرا على حسنية تتبعيكم لا تنسوا دائما تشجعنا شكرا على حسنية متابعتكم أحبكم في الله وإلى اللقاء